يقول الشاب لم اكن قد بلقت الثلاثين حين انجبت زوجتي اولى ابنائي ما زلت اذكر تلك الليلة كنت سهرانا مع الشلة في احدى الشالهاك كانت سهران حمراء بمعنى الكلمة كما يقولهم اذكر ليلتها اني اضعكتهم كثيرا كنت امتلك موهبة عجيبة في التقليل بامكاني تغيير نظرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي اسهر منه اجل كنت اسهر من هذا وذاك لم يسلم احد مني حتى شلتي صار بعض اصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاضعة تلك الليلة سخرت من رجل اعمى رأيته يتسول في السوق والادهى اني وضعت قدمي امامه ليتعثر تعثر فانطلقت ضحكتي التي دورت في السوق عدت الى بيتي متاخرا وجدت زوجتي في انتظار كانت في حالة يرتالها اين كنت يا راشح قلت في المريخ ساخرا عند اصحابي غطة كانت في حالة يرتالها قالت والعبرة تخنيقها راشد انا تعبة جدا الظاهر ان موعد ولادتي صار وشيكا سقطت دمعة صامتة على جبينها احسست اني اهملت زوجتي كان المفروض ان اهتم بها واقلل من سهراتي قاصة انها في شهرها التاسع قاصة زوجتي الالام يوما وليلا في المستشفى حتى رأى قفلي النور لم اكن في المستشفى ساعتها تركت رقم هاتف المنزل وخرجت اتصلوا بي حتى تعلموني الخطر ففعلوا اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدون صالم حين وصلت المستشفى طلب مني ان اراجع الطبيبة اي طبيبة المهم الان ان ارى ابني صالم لا بد من مراجعة الطبيبة قالوا لي اجابتني موظفة الاستقبال بحزن صدمت حين ارفت ان ابني به تشوق شديد في عينيه ومعاقم في بصره تذكرت المتسول قلت سبحان الله كما تريد تدان لم تحزن زوجتي كانت مؤمنة بقضاء الله راضية طالما نصحتني طالما طلبت مني ان اكف عن تقليد الاخرين كلا هي لا تسميه فقليدا بل غيبة ومعها كل الحق لم اكن اهتم بسالم كثيرا اعتبرته غير موجود في المنزل حين يشتد بكاؤه اهرب الى الصالة لانام فيها كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه لحظة لا تظن اني اكرهه انا لا اكرهه لكني لم استطع ان احبه اقامت زوجتي احتفالا حين خطى خطواته الاول وحين اكمل الثانية اكتشفنا انه اعرض كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم حتى بعد ان اجربت عمرا وخالدا مرت السنوات وكنت لاه راطل غرتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوق مع اني كنت اظن اني من يلعب عليهم لم تيأ الزوجتي من اصلاحي كانت دائما تدعو لي بالهداية لم تغضر من تصرفاتي القائشة او اهمالي لسالم واهتمامي بباقي اخوته كبر سالم ولم امانع حين طلبت زوجتي تسجيله في احد المدارس الخاصة بالمعاقيم لم اكن احس بمرور السنوات ايامي سواء ليلي ونهار عمل ونوم طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحارية عشر فضر ما يزال الوقت مبكرا اقول لكن لا يوم اخدت دشا سريعا لبست وتعطرت فهمنت بالخروج استوقفني منظره منظر سالم كان يبكي بحرقة انها المرة الاولى التي ارى فيها سالم يبكي مكان غفلا اخرج ام ارى مما يشت سالم قلت لا كيف اتركه وهو في هذه الحالة اهو الفضول ام الشفقة لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع فوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يترى اكتشف ان ابني يهرب مني فالان احتست به اين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته وقضى ان يخبرني في البداية سبع بكائه وتحت اصراري عرفت السبع تأخر عليم شقيقه عمر الذي اعتاد ان يوثله الى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم ان لا يجد مكانا في الصف الاول نارد والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على فمه فاني اطلب منه ان يكف عن حديثه واكمل حينما بكيت يا سالم لا اعلم من الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم الى المسجد اجاب سالم اكيد عمر ليتني اعلم الى اين ذهب قلت لا يا سالم انا من سيرافقك انا من سيرافقك استقلب سالم لم يصدق ظن اني اسخر منه عاد الى بكائه مسحت دموعه بيده وامسكت بيده اردت ان اسله بالسيارة رفض قائلا ابي المسجد قريب اريد ان اخطوه الى المسجد فعني احتسب كل خطوة اخطوها يقول لا اذكر متى اخر مرة اندخلت فيها المسجد ولا اذكر اخر مرة سجرت فيها لله سجده هي المرة الاولى التي اشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فرقت طوال السنوات الماضية مع ان المسجد كان مليئا بالمصلين الا اني وجدت لسالم مكان قصطف الاول استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبه بعد انتهاء الصلاة طالب مني سالم مصحفا استغرب كيف سيقرأ وهو اعمى هذا ما تردد في نفسي ولم اصبح به خوفا من جرح مشاعر طلب مني ان افتح له المصحف على صورة الكهف نفرت ما طلب وضع المصحف امامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله انه يحفى صورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي امسكت مسحفا احسست برشة في اوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله ان يغفر لي ويهديني هذه المرة انا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فرد ولم اشعر الا بيد حنونة تمسح عني ذموعي لقد كان سالم يمسح ذموعي ويهدي امر خاطري عدنا الى المنزل كانت زوجتي غلقة كثيرا على سالم لكن غلقها تحول الى دموعي فرح حين علمت اني صليت الجمعة مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء السوء واصبحت الى اجتاة خيرة عرفتها في المسجد دقت ضعم الايمان عرفت منهم اشياء الهثني عن الدنيا لم افوت حلقة ذلك او قيام فتمت القرآن عدة تمرات في الشهر وانا نفس الشخص الذي هجره سنوات ضطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي والسخرية من الناس احسست اني اكثر قربا من قصرتي اختفرت نظرات الخوف والشبقة التي كانت تضل من عيون زوجتي الابتسامة ما عادت تفارع وجه ابن سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه ذات يوم قررت انا واصحابي ان نتجه الى احد المناطق البعيدة في برانج دعوية مع مؤسسة خيرية تردت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت ان ترفض لكن حدث الاسف طرحت كثيرا بل شجعتني حين اخبرت سالم عزمي على الذهاب احاط جسمي بالدراعيه الصغيرين طرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبير رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب اجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بالسرعة اسرع مما تصور تغيرت عن البيت ثلاثة اشفر كنت خلال تلك الفترة اتصل كلما سنحت لي الفرصة بالزوجتي احدث ابنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت اكثر لسالم تمنيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر اما ان يكون في المدرسة او المسجد ساعة اتصالي بهم كلما احدث زوجتي اطلب منها ان تبلغه سلامي وتقبله كانت تضحك حين تسمعوني اقول هذا الكلام الا اخر مرة هاتفتها فيها لم اسمع محكتها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي ان شاء الله اخيرا عدت الى المنزل طرقت الباب تمنيت ان يفتح سالم لي الباب لكن تجئت بابني خالد الذي لم يتنجاوز الرابعة من عمره حملته بين ذراعيه وهو يصيخ بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استعدت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء تتغير فيها تأملتها جيدا انها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية الى عينيها سألتها ما بكي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيتم للحظات قلت لها اين سالم خفض رأسها ولم تجه لم اسمع حينها ثوى صوت ابني خالد الذي ما دال يرن في ادني حتى هذه اللحظة قال ابي ان سالم راح عند الله في الجنة قال ابي ان سالم راح الى الله في الجنة لم تتمالك زوجتي الموقف اجهشت في البكاء وخرجت من القرفة عرفت بعدها ان سالم اصابته الحمى قبل موعد مجيئي باسبوعين اخذته زوجتي الى المستجفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روعه الجسم احسست ان ما هدف ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى احسست بيده تمسح دموعين وذراعه تحيطني كم حزنت على سالم الاعمى الاعرج لم يكن اعمى لم يكن اعمى انا من كنت اعمى حين انسقت وراء رفقة السوق ولم يكن سالم اعرض لانه استطاع ان يسنك طريق الايمان رغم كل شيء لازلت اتذكر كلماته وهو يقول ان الله ذو رحمة الوازحة سالم الذي امتنعت يوما عنه ابتل اكتشف اني يحبه اكثر من اخوانك بكيت كثيرا وما زرت حزينا كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه اللهم تقفل سالم رحمتك اللهم اننا نسألك الزبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة